الحقيقة في موضوع آخر يمكن تصريحات لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فيما يخص ما يسمى ببيعة المرشد طبعا هنا إشارة لجماعة الإخوان الإرهابية ووزير الأوقاف بيقول أنه مسمى البيع أو من ينوب عنه وخيانة للدين والوطن لأن هذا هدم لنظام الدولة في الإسلام بتكوين كانت ملهاش أي أساس في الدين لكن على العكس النوع ده زي بيعات الخوارج والمريقين على مدار التاريخ وبالتالي بيكون ضرر أكبر على الإسلام حذر كمان وزير الأوقاف من جمع أموال الناس تحت غطاء البيعة والواصفها بالآثمة وقال أنه أكل أموال الناس بالباطل وأنه الجمع الأبوال تحت نطاق البيعة أو بزالة البيعة بتعتبر نصب واحتيال وأكل للسحت طبعا واللي بيقوموا بهذه الأعمال يمكن دازم أن يتم محاكمتهم لأنهم بيجمعوا أموال بشكل غير قانوني وده لدعم الأعمال الإرهابية والتخريبية وبالتالي هدفها الأكبر هو هدم الأوطان وزعزعة الأمن والاستقرار وعشان كده النوع ده من البيعة هي مبايعة للشيطان دي تصريحات الدكتور مختار فيما يتعلق بنظام ما يسمى ببيعة المرشد أو من ينوب عنه ترجمة نانسي قنقر